السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء في نصف سطر يحفظكم الله عز وجل به من الفتن تعالوا نعرف بعد من صل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لا شك حبيبي إن الفتن كثيرة بل وكثيرة جدا ولا تنتهي أبدا بل تزداد يوما بعد يوم فهي من علامات الساعة الصغرى كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي روها البخاري أنه قال لا تقوم الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل يعني الهرج هو القتل الفتن مش لازم تكون مصائب أبدا الناس فاكرة أن الفتن لا بد أن تكون في المصائب فقط أبدا الفتن قد تكون في مصائب وقد تكون في خيرات كثيرة جدا إحنا عايشنا يعني الإنسان يبتلى بالخير وبالشر مش لازم تكون الفتن في المصائب والإبتلاءات بس لا ده ممكن تكون الفتن أكتر وأكتر في النعم اللي إحنا عايشنا في الزوجة في المال في الأولاد في المنصب محدش عارف الفتنة ممكن تجيلوا منين قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء أهي فتنة إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لا يبقى نجح كده وإن أصابته ضراء أهو ابتلى أهوت تمام وفتنة بس إيه يعمل إيه بقى قال إيه وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا يبقى الامتحان ممكن يجينا بالخير أو بالشر إن أصابته سراء يعمل إيه يشكر فيكون خيرا لا وإن أصابته ضراء يعمل إيه يصبر فيكون خيرا لا يبقى كده نجح في امتحان السراء وامتحان الضراء فاللي بيثبتنا في الفتن هو الله سبحانه تعالى لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نجي بقى الموضوعنا بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء جميل جدا في نص السطر يحفظنا الله عز وجل به من الفتن ويثبتنا في زمان الفتن فقد جاء في الحديث الذي رواه التلمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال له أنس قلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ما شاء الله يبقى الدعاء اللي في نص السطر اللي بيحفظنا به المولى عز وجل من الفتن هو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولذلك جاء عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ويقول لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب فلابد إن إحنا نستشعر إن الفتن كثيرة وإن إحنا بحاجة إلى الثبات في زمن الفتن عشان كده لازم نكثر من هذا الدعاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أطقى قلب وأطهر قلب ومع ذلك كان يكثر من الدعاء بالثبات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فنحن أحواج إلى أن نكثر من هذا الدعاء لا تنسوا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجبعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته